اخباركم يا شباب كام يوم نزلك عندي على الانستجرام باسأل محتاجين الفيديو اللي جاي يكون عن ايه قادوا نزبلاش ولا اشرح سين معين انا عملته والناس اختارت ان انا اشرح سين معين انا عملته ولو انت مش عندي على الانستجرام انا باعمل فيديوهات تعلمك بلندر وانت عايز تعلم بلندر وتعمل شغل سديد في الفيديو بتاع النهاردة اقول لكم ازاي عملت السين ده اول حاجة انا في معظم شغلي بستخدم جهزة لاني بكره المودلينج بصراحة وتوفيرا للوقت ورده اول حاجة هندوس على شفت ايه بعد كده احط بلين وادوس على اس وخلي بتاعه خمسة ستة بعد كده ادوس على الان واطلع فوق عند ايتم وخلي بتاعته مية وطنشر لو ما كانتش هي مية وطنشر خليها مية وطنشر وبعد كده اجيب الماتيريال بتاعتي من على كويكس البرج هبقول لكم ازاي في فيديو تقدروا تعملوا اكاونت ببلاش عليه وتنزل كل اللي انت عايزوا من الماتيريالز في حاجات كتيرة قوي ماتيريالز و3D assets وكل حاجة هنختار اي ماتيريال احنا عايزينها وبعد كده هنضفها في بلندر ونيجي بقى نركز في الحتة دي لان هي دي اللي فيها كل الشغل انا بعلم على بلين عندي وبعد كده اروح هنا واد موديفاير وبعد كده سبديفجن وخليه سيمبل وبعد كده بطلع على الرندر سيتنجز سبورت دي هتبقى عندك مفروض تخليها سايكلز انا بخليها وبعد كده برجع على الموديفاير اللي عندي واعلم على وبعد كده خلي الواحد ده يبقى زيرو بوينت خمسة تسعة والواحد دي هخليها اتنين انا كده بالمنزر ده خليته شوية لحد لما بقى معي بالمنزر ده الى حد ما وتفرق برضو على حسب الماتيريا اللي انت هتحطها هي كام ولا 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 ايد كي تمام كده بعد كده دست شفت اي وحطيت كيوب بعد كده دست اس شفت زيت عشان اكبره بالمنزر ده كده لان هو ده اللي هيديني شكل المية وبعد كده هحط عري الماتيريا اللي بتاعت المية ممكن توقف الفيديو دلوقتي وتنقل الماتيريا البرحتك وبعد كده حطيت البلاين اللي هي بتاع الارض عادي وحطيت عليه المية علشان يبقى بالمنزر ده كده وضيفت الحاكتين دول دي من كيت باش ودي من الكورس بتاع ماكس هي والسمن اللي ورا دي ده بلاين عادي جدا ضيبته من على موقع اسمه بدخل تكتب اي حاجة انت عايزها مسلا بتنزل اللي انت عايزه اي شكل عجبك طبعا كده تحط بلاين وتحطه بالمنزر ده وبعد كده الصورة دي بتحطها في وفي وتخلي بتاعه اي حاجة انت عايزها على حسب اللي رايحك ودست شفت ايه تاني وكيوب وكبرت الكيوب بتاعي على قد السين كله لحد ما بقى كده ده اللي هخليه يعمل الفوق بتاعي الفوق ده اللي هو بيدي بتاع الشابورة يعني لو شلته ده هيبقى الشكل وكده هيدي شكل شابورة شوية على حسب بقى اللايت جاي منين اهو بحط ودوس على شفت ايه بعد كده وهوصله بالفوليوم بعد كده حطيت من اليمين ومن الشمال وحطيت قدامهم ده لو شلت دي هيبقى ده الشكل فانا ده مخليه بالمنزر ده كده حاطت وموصلها بكالر رام والكالر رام بموصله بالالفا علشان يديني المنزر ده اللي هو وبس كده علمت على الكاميرا عادي جدا وروحت على اول فريم دست اي وعكده روحت على اخر فريم وقربتها شوية وعكده دست على برضو وبس عشان يديني الانيميشن ده وفيه ادن هنا انا مستخدمها اسمها كاميرا شاك فاي دي ببالاش وبس كده اتمنى الفيديو يكون عجبك ولو الفيديو فعلا عجبك ما تنساش تعمل اللايك وشير وتستهلنا الفيديوهات اللي جاية